يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارة إلى الشرق الأوسط في جولة جديدة تهدف لضمان التواصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وشدد بلينكين قبل الزيارة على ضرورة الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة وبعدما دققت مجموعات الإغاثة مراراً نقوس الخطر حيال التدعيات المدمرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس اشتركوا في القناة